في نهاية الدور 21 افلت بمنزلقة في اول عمود امامي بدأت بالدور للدور الجديد هرتفع سلسلة غير محسوبة وفي اول عمود امامي عندي هعمل تزايد باثنين عمود امامي في نفس الغرزة في عندي بعد كده اربعة عمود هعمل في الاثنين اللي جايين عمود امامي فردي في كل واحد فيهم ده الاول وده التاني في الاثنين عمود اللي متبقيين عندي هعمل فيهم تناقص هما الاثنين مع بعض هيبقى عمود امامي مجمع بين اول عمود ومش هكمله امامي في الثاني ومش هكمله واقفل الاثنين مع بعض يبقى هنا عملت تزايد في اول غرزة التانية والتالتة عمود فردي عمود امامي فردي. في الرابع والخامس عملت تناقص فيهم هما الاثنين مع بعض. خدتهم بعمود مجمع امامي. بعد كده عندي تلاتة سلسلة. واحد اتنين تلاتة. الشغل اللي اشتغلته هنا هرجع اشتغله هنا بس مراية. فاول عمود والتاني هعملهم تناقص. اقفل الاثنين مع بعض. التالت والرابع كل واحد فيهم عمود امامي فردي. اخر آآ عمود امامي عندي هشتغل فيه تزايد اتنين عمود في نفس الغرزة. بعد كده هعمل تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة في فراغ الخمسة سلسلة هنا هعمل غرزة حشو. ممكن حوالين السلسلة او في السلسلة التالتة من فراغ الخمسة سلسلة زي ما تحبي. يبقى عملت تلاتة سلسلة حشو. بعد كده خمسة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. حشو في فراغ الخمسة سلسلة اللي جاي. بعد كده خمسة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. بين العمود المجمع والعمود العادي هعمل عمود مجمع من تلاتة عمود. هقفل. عندي هنا فراغ سلسلة قبل العمود المجمع اللي في المنتصف هعمل فيه عمود عادي. مش هعمل بقى سلاسل. وفي العمود المجمع من الدور اللي فات. هنا اللي هما كانت تلاتة عمود. وعملتوا في الدور اللي فات عمود مجمع. هعمل فوقي عمود مجمع برضو من ثلاثة عمود. ده كده العمود المجمع في فراغ السلسلة هعمل عمود عادي. بين العمود ده والعمود المجمع هعمل عمود مجمع من ثلاثة عمود. بالشكل ده. بعد كده هعمل بخمسة سلسلة واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة في فراغ الخمسة سلسلة هعمل غرزة حشو. خمسة سلسلة كمان واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. في فراغ الخمسة سلسلة اللي جاي هعمل غرزة حشو بعد كده تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة وابدأ اقرر تاني في اول عمود امامي عندي هنا اشتغل تزايد اتنين العمود في نفس الغرزة في الغرزة التانية والتالتة هعمل عمود امامي فردي في الغرزة الرابعة والخمسة هعمل تناقص فيهم هما الاتنين او عمود مجمع بهم هما الاتنين بعد كده تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة اشتغل مراية للي اشتغلته عمود مجمع او تناقص في اول غرزتين بعد كده عمود امامي في الغرزة التالتة عمود امامي فردي في الغرزة الرابعة تزايد في اخر غرزة 2 عمود أمامي في نفس المكان بعد كده 3 سلسلة 1 2 3 غرزة حشو في فراغ 5 سلسلة بعد كده 5 سلسلة 1 2 3 4 5 حشو في فراغ 5 سلسلة 1 2 3 4 5 بين العمود المجمع والعمود الفردي أعمل عمود مجمع في فراغ السلسلة بين العمود الفردي هنا والعمود المجمع ده أعمل عمود فوق العمود المجمع هعمل عمود مجمع في فراغ السلسلة هعمل عمود فردي بين العمود الفردي والعمود المجمع هنا هعمل عمود مجمع بالشكل ده يبقى هنا عندي عمود مجمع عمود فردي عمود مجمع عمود فردي عمود مجمع بعد كده خمسة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة غرزة حشو في فراغ الخمسة سلسلة خمسة سلسلة كمان واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة غرزة حشو في فراغ الخمسة سلسلة اخر فراغ هنا عندي هعمله تلاتة سلسلة بس مش خمسة واحد اتنين تلاتة و اكرر تزايد في اول عمود فردي الثالث والرابع غرزة عمود امامي فردي وفي الرابع والخامس هعمل تناقص فيهم هما الاتنين بين المجموعة دي والمراية بتاعتها في تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة تناقص في اول غرزتين فردي في تاني غرزتين فردي امامي طبعا كل الجزء ده بنشتغل فيه عمود امامي واخر غرزة تزايد بعمود امامي بعد كده تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة خمسة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة سلسلة وهروح على عمود مجمع بعد العمود المجمع اللي جاي بعد العمود الفردي اعمل عمود فردي في العمود المجمع اللي في المنتصف اعمل عمود مجمع من تلاتة عمود عمود فردي فيه فراغ السلسلة بين العمود الفردي والعمود المجمع اعمل عمود مجمع بعد كده خمسة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة غرزة حشو واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة غرزة حشو واحد اتنين تلاتة سلسلة واكرر تزايد بعمود امامي في اول غرزة يبقى خلي بالي في الدور ده ان انا عندي هنا مجموعة السلاسل في الجزء هنا في المنتصف بعد مجموعة العمدان الامامية بشتغل تلاتة سلسلة حشو خمسة سلسلة حشو خمسة سلسلة ومجموعة عمود مجمع عمود فردي عمود مجمع عمود فردي عمود مجمع بعدهم ارجع اشتغل مراية خمسة سلسلة حشو خمسة سلسلة حشو ثلاثة سلسلة وارجع اقرر هكمل كده لنهاية الدور وارجع لكم فنهاية الدور قفلت بمنزلقة في اول عمود امامي بدأت بالدور لدور الجديد هرتفع سلسلة واحدة غير محسوبة وفي اول عمود امامي عندي هشتغل في عمود امامي فردي في مجموعة الاعمدة هنا الفردية دي كان عندي خمسة عمود ثلاثة سلسلة خمسة عمود في الدور ده هشتغل عمود امامي فردي في كل غرزة فيهم مش هعمل تزايد ولا تناقص واخلي بالي في العمود المجمع او التناقص اللي انا عملته هنا اخده كله مع بعضهم ما مفصلش الاعمدة من بعض يعني تاني فهيبقى عندي هنا خمسة عمود امامي فردي ثلاثة سلسلة واحد اتنين ثلاثة في الناحية التانية برضو اخدنا عمود المجمع وعمود فردي ده التاني التالت الرابع وده الخامس يبقى عندي خمسة عمود امامي فردي ثلاثة سلسلة خمسة عمود امامي فردي بعد جدا هعمل خمسة سلسلة واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة هتجاهل الثلاثة سلسلة هنا وهروح على اول فراغ من خمسة سلسلة هعمل في غرزة حشو سواء حوالين السلاسل او في السلسلة التالتة بعد كده خمسة سلسلة كمان واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة هروح على فراغ الخمسة سلسلة اللي جاي هعمل في غرزة حشو خمسة سلسلة واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة هاجي هنا بين بعض يعني بين العمود المجمع والعمود الفردي هعمل عمود مجمع في عندي هنا عمود فردي عمود مجمع عمود فردي هعمل تناقص في الثلاثة عمودة دول هاخدهم بس هاخدهم بعمود امامي يعني هيعمل التناقص بعمود امامي فهيبقى عمود مش هكملو عمود امامي في العمود المجمع عمود امامي برضو هنزل تحتي كده وما جمالش العمود والعمود الاخير الفردي هعمل برضو في عمود امامي وهقفل الكل مع بعض بعد كده عمود مجمع قبل العمود المجمع من الدور اللي فات يبقى ده كده شكلهم عمود مجمع من تلاتة عمود تناقص في العمود الفردي عمود مجمع عمود فردي هعملهم كلهم غرزة واحدة بعد كده عندي عمود مجمع العمود التناقص ده عملتهم بعمود امامي بعد كده عندي خمسة سلسلة ارجع اشتغل مراية واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة اول فراغ خمسة سلسلة عندي اشتغل في غرزة حشو واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة تاني فراغ من خمسة سلسلة اعمل في غرزة حشو واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة اروح على مجموعة الاعمدة الامامية اشتغل عمود امامي في كل عمود منهم هم خمسة وايه هيفضلوا خمسة في الدور ده تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة عمود امامي تاقل تاني التالت الرابع وده الخامس بعد كده خمسة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة بتجاهل التلاتة سلسل بروح على اول فراغ من خمسة سلسلة بعمل في غرزة حشو واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة تاني فراغ من خمسة سلسلة غرزة حشو واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة سلسلة هعمل بين بعد العمود الاماء بعد العمود المجمع هعمل عمود مجمع من ثلاث عمود. بعد كده في العمود الفردي العمود المجمع العمود الفردي التلاتة هعمل فيهم تناقص بعمود امامي. يقفل الكل مع بعض. هنا قبل العمود المجمع اعمل عمود مجمع يبقى الجزء ده عبارة عن عمود مجمع تناقص بعمود امامي وعمود مجمع. بعد كده خمسة سلسلة واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة حشو واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة حشو واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة سلسلة واعيد عمود امامي في كل عمود امامي فردي بدون تزايد او تناقص يابقى بالطريقة دي كده هكمل الشغل لنهاية الدور وارجع لكم في نهاية الدور قفلت بمنزرقة في اول عمود امامي بدأت بالدور وللدور الجديد هرتفع سلسلة وعمود امامي في اول عمود امامي في الدور ده هشتغل زي الدور اللي فات عمود امامي فاردي في كل عمود امامي فاردي عندي فاحتفظ برضو بالعدد خمسة بين المجموعة دي والمراية بتاعتها في تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة عمود امامي فاردي برضو في المجموعة اللي جاية ما فيش لا تزايد ولا تناقص بعد كده عندي تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة وهي هعمل فراغ هعمل غرزة حشو في فراغ الخمسة سلسلة اللي جاي يبن خلي بالنا في الدور ده في تلاتة سلسلة بعد كده خمسة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة حشو في فراغ الخمسة سلسلة اللي جاي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة في فراغ الخمسة سلسلة اللي بعده خمسة سلسلة كمان واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة في جزء بتاع اللي في عمود مجمع وتنقص بعمود مجمع امامي وعمود مجمع هعمل تنقص فيهم هما التلاتة بعمود مجمع امامي يعني هنزل تحت العمود المجمع هنا هعمل تحته عمود امامي ومش هكمله في التنقص اللي بعده هعمل عمود امامي ومش هكمله في اخر عمود مجمع عندي هعمل عمود امامي ومش هكمله معاي اربع حلقات على الابرة هقفل الكل مع بعض بالشكل ده بعد كده خمسة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة حشو في فراغ الخمسة سلسلة اللي بعده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة سلسلة حشو في فراغ الخمسة سلسلة اللي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة حشو في اخر فراغ خمسة سلسلة تلاتة سلسلة اخر فراغ عندي هنا بعمله قبل الاعمد على طول هيبقى تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة وعمود امامي في كل عمود امامي عندي هنا خمسة عمود امامي فردي واحد اتنين تلاتة سلسلة خمسة عمود امامي فردي في الخمسة عمود امامي اللي جايين كده انا بكرر تاني طبعا تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة نخلي بالنا في الدردة عشان في تلاتة سلسلة غرزة حشو وخمسة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة غرزة حشو واحد اتنين واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة حشو في فراغ الخمسة سلسلة بعد كده خمسة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة هعمل عمود مجمع او تناقص في التلاتة تلات غرز اللي عندي بعمود امامي في كل غرزة منهم عموده مش هكمله في التناقص اللي بعده عموده مش هكمله عمود امامي في اخر عمود عندي مجمع هعمل عمود امامي ومش هكمله هقفل الكل مع بعض خمسة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة choose 5 حشو خمسة خمسة غير بagua الخمسه سلسلة. بعد كده ثلاثة سلسلة واحد اتنين ثلاثة واعيد عمود امامي في كل عمود امامي. هكمل كده لنهاية الدور بنفس الطريقة. ما ننساش التلاثة سلسلة اللي بعد الاعمدةONG هنا وقبلهم من هنا. ثلاثة سلسلة من هنا وثلاثة سلسلة من هنا والباقي خمسة سلسلة وبين الأعمدة هنا وهنا ثلاثة سلسلة